بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة الثانية عشرة من أعلام العربية الدرس الثاني ضياء الدين ابن الأثير هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بضياء الدين ابن الأثير الكاتب الأديب أتقن صناعة الكتابة واشتهر بجودة أسلوبه وجمال بيانه التحق بخدمة صلاح الدين وأبنائه في حلب ودمشق وترك مصنفات أدبية فنية أشهرها المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر وهو من أهم الكتب التي تعالج فن الكتابة وطرق التعبير ولد سنة خمسمائة وثمان وخمسين وتوفي سنة ستمائة وسبع وثلاثين للهجرة كان ابن الأثير رحمه الله أديبا ونحويا ووزيرا من وزراء الأيوبيين ولد في جزيرة ابن عمر ودرس على شيوخ الموصل النابهين وفي طليعتهم أخوه الأكبر المبارك مجد الدين العالم المحدث ثم انتقل إلى الشام للاتحاك بخدمة الأيوبيين فأحسن وزير صلاح الدين القاضي الفاضل لقاءه وقدمه إلى السلطان صلاح الدين بعد أن تم النصر المبين في حطين وفتح المقدس ولقد كان لإقامة ابن الأثير في دمشق أثر بعيد في تكوينه ورفع ثقافته ولسيما في مجال ترسله إذ أتيح له الاتصال بأعلام دولة صلاح الدين وفي طليعتهم القاضي الفاضل وعماد الدين الأصفهاني وفي عام 596 سافر ضياء الدين إلى القاهرة واتصل بأعلام الأدب فيها وناظر بعض علمائها وكان لمشاركته في الحياة الأدبية بمصر أثر واضح أيضا في توسيع آفاقه وإغناء كتبه وبعد طول تنقل وإخفاق قصد حلب ثم انعطف إلى العراق وتنقل بين الموصل وبغداد وانتهى به المطاف إلى خدمة الزنكيين فيها وأمضى هناك 19 عاما عرف فيها حياة الاستقرار بعد كثرة الترحال والأسفار وأقام يدرس طلابه الأدب والنقد من كتابه المثل السائر ومن كتب أخيه وأستاذه مجد الدين المبارك فكان مقصد المتعلمين والمتأدبين وكانت وفاته في بغداد وفيها دفن حفظ ضياء الدين كتاب الله الكريم وكثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة وطرفا وافرا من منظوم العربي ومنثورهم وفقها النحو واللغة والأدب وعلم البيان له مؤلفات كثيرة بعضها لم يصل إلينا ومنها مختارات في الحديث وفي الشعر والأمثال ينسب إليه كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب وهو مجموعة من منظوم العربي ومنثورهم وله كتاب عمود المعاني وهو في معاني الشعر وكتاب الوشي المرقوم وكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور وكتاب البرهان في علم البيان وكتاب رسائل ابن الأذير ويضم ما دبجه هذا الأخير يضم ما دبجه من رسائل متأنقة العبارة موجهة إلى أعلام العصر وكبراء حكامه وهي تدل على علو كعبه في النثر فضلا عن القيمة التاريخية والاجتماعية التي انطوت عليه أما كتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر فهو أجل آثاره وأوفاها وقد جعله في الأدب والبلاغة والنقد وهذا الكتاب يرفع ابن الأثير إلى مصاف كبار النقاد العرب وقد كان موضع ثناء الأقدمين ودراستهم انتهى الدرس الأخير في هذا المقرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته